العوامل والمعطيات السالفة الذكر فقد قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم السلام عليكم تمنى تكونوا بخير ولا خير والصراحة مش مزين تكون مخصم مع جارك خصوصا أن نبي صلى الله عليه وسلم وصلنا على السبع جار والصراحة نحن ندير بلوصية ولكن جارنا لا نريد بلوصية وفي هذه الحالة نحن لا نديره خصوصا أن الجزائر هي اللي مخصمة معنا ومع ذلك الباب دينا الصلح بقي مفتوح الأكيد كل شيء عرف بالقرار الآخر لاتخذ الجزائر دي القطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب خصوصا أن هذا العنوان هو اللي تصدر عمليات البحث وعنوان الصحف دعونا بالنطول عليكم في هذا الفيديو سنحاول نعرف أبرز عمليات التوتر بين البلدين جوج المغرب والجزائر الخلاف مبيل البلدين صراحة راجعت قريبا لستين عام لور في 1961 كانت بدأت توطر العلاقات مبيل البلدين وصلت حتى المواجهات العسكرية وسنة 1963 كانت ندلعت واحد الحرب مبيل المغرب والجزائر المعروفة بحرب الرمال والتي دخلت فيها الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية والتي كانوا داروا واحد اتفاقية لوقف اطلاق النار في 20 فبراير 1964 هنا الجزائر كتقول بلدخلت في حرب مع المغرب لأن المغرب كان طامع في بعض الأراضي الجزائرية على الحدود ولكن المغرب يقول بلدخل في حرب مع الجزائر ردا على استفزازات حدودية من الجيش الجزائري ما علينا اللي بغي يعرف تفاصيل هذا الحرب هذا راه ديجا كنت درت واحد فيديو على حرب الرمال راه تتلقى وليان دياله في خانة الوصف او في الدسكريبسيون التحت 1976 المغرب سيقطع العلاقات الديبلوماسية مع الجزائر والسبب هو اعتراف الجزائر بجبهة البوليزاريو وبإقامة جمهورية عربية صحراوية وهنا السبب بعدها مقنع وكذلك نقطع العلاقات السبب بعقله وفوقته لا نقطع العلاقات على سبب استعالية 60 عام من الناس بقين عاشين في 60 ما علينا جاء واحد الهدوء نسبي ما بين البلدين بجوج باستمر حتى لسنة 1994 ثم وثانا رجعت واضطرت العلاقات والسبب كان وهو واحد صراحة الرئيس الجزائري يقول فيه بللي كينة واحدة الدولة محتلة بشكل غير قانوني وهنا يقصد الصحراء المغربية وفي نفس العام يأتي انفجار مراكوش انفجار فندق أطلس أسني والذي كانت أديل الذي كتبت بللي الجزائر هي الموردك انفجار وهنا المغرب سوف يفرض تأشير على أي واحد يدخل من الجزائر المغرب وهذا سوف يزيد في تصعيد توطر العلاقات ما بين البلدين بجوج في 1999 كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوطفليقة حضر القنازات الملك الراحل الحسد الثاني الله يرحمه هنا كانت بوادير الصلح بدأت كاتبا ولكن في غشة 1999 يعني في نفس السنة كانت وقعت واحد المدباحة في الجزائر التي تقريبا مدفعة 39 جزائري وهنا الجزائر ناضس كتهم المغرب عوتاني بتسهيل عملية مرور مسلحين إسلامية لجزائر الشيء اللي غادي والتاني يؤثر العلاقات ما بين البلدين بجوج ويبدأون البلدين في نقطة واستمروا على هذا الحال في سنة 2005 بدأت في سلسلة الاجتماعات حول العلاقات ما بين المغرب والجزائر حول إصلاح العلاقات واستمروا في اجتماعات في سنة 2011 تم فاتح الحدود البرياء ما بين البلدين بجوج والبلدين بجوج بينهم تطبيع العلاقات الديبلوماسية ولكن تطبيع العلاقات تطبيع العلاقات تطبيع العلاقات الصافية حتى في سنة 2019 الجزائر عين السافر في المغرب ونفس الشيء المغرب عين السافر في الجزائر وهنا كل شيء اعتقد ب العلاقات رجعت والقلوب صفات والمياه رجعت المجارية ولكن من بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء ومن بعد الصداع والمظاهرة التي كانت في الجزائر والقبائل والقبائل والمغرب والمغرب رغم محاولات مالك البلاد المالك محمد السادس ومحاولات طلب الصلح والجلس على طاولة الحوار إلا كانت الجزائر الديمة كترفض وما زاد في الطين بلا هو لكي نضد الحرائق في العالم كله ما يضاف الحرائق بسبب الحرارة إلا الجزائر سبب الحرائق المغرب والذي زاد في الطين بلا أكثر هو فاش المغرب قدم طلب المساعدة للجزائر ولكن الحكومة الجزائرية رفضت وهنا كتبي لك بالحكومة الجزائرية حكومة لا مسؤولة وأن الهم ديلا الأخير هو الشعب خصوصا ذلك الاتهامات اللي كاتتهم المغرب زيما اتهامات لا أساسة لها بنصحة واتهامات لا معقولة من بعدها كي يخرج الرئيس الجزائري تبون كي يصرح باللي خاص إعادة النظر في العلاقات المغربية الجزائرية من بعده كي يخرج الرئيس كي يخرج الوزير الخارجي الجزائري رمطال عمامرة كي يعلن بقاطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وهنا يجي قاطع حبل لو يصل ما بين البلدين بجوج وهكا الجزائر ستكون رجعت بنا ستين عاماً يعني من بعد ما المغرب كان بغي يزيد القدام بإصلاح العلاقات وبمواكبة التطورات الاقتصادية والعلمية ولكن لا يمكن معامن وهناك جداً موسيقى